تواعد أوكراني ضد إيران في حال لم تتعاون هكذا ختم وزير الخارجية الأوكراني اجتماعا لمجموعة التنصيق الدولي لضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة نحتفظ بحق استخدام بعض الإجراءات الجادة والدولية إن لزم الأمر ولكن حتى الآن نأمل أن يتعاون معنا الجانب الإيراني خاتمة قصد بها الرد على تجديد نظيره الإيراني محمد جواد ضريف لرفضه تسليم الصندوق الأسود لدولة أخرى معترفا في الوقت ذاته بعدم قدرة بلاده على تحليل معلوماته يتوجه مندوبنا في مجلس الأمن القومي للدفاع إلى طهران لإجراء محادثات حول كيفية انتقالنا إلى تحقيق انتقني وجنائي كندا التي تعرض رئيس وزرائها لسيل من الانتقادات بسبب صورته وهو يصافح ضريف بحرارة ضمت صوتها إلى صوت أوكرانيا مطالبة إيران بمشاركة الصندوق الأسود كي يتم تحليله وهكذا يتابع أهالي ضحايا الطائرة فصول ما بعد الكارثة فصول استهلت بإنكار إسقاط الطائرة ثم اعتراف فمماطلة ترجمة نانسي قنقر